أتعشق مثل الرمى والشجاة فاتهدى الضياء لها يا قمر أتعشقها أمر سيت لحالي فاجئت تشاركني في السهاة أتعشق مثل الرمى والشجاة فاتهدى الضياء لها يا قمر أتعشقها أمر سيت لحالي فاجئت تشاركني في السهاة أعزك أني مقيم الرحال فسيح الخيال البعيد النظر نقيم ونحسب أن نقيم وأيامنا كلها في سفر وتختعنا بهرجات الحياة فنصح على يومنا المنتظر أيا بدر عندي أحاديث شتى سأنقول منها الأعز الأغر سأخبر عنها وفيها الوفاء وفيها الحنان وفيها الظفر وفيها الأنين وفيها الحنين وفيها دموع تحاكي المطر كأنك تعلم منها الكثير وأنت تحيط ببحر وبر لقد عشت يا بدر دهرا طويل وعاشرت من أهلنا من غابر فقل لي بربك أخبرهم وأحدث بها خبرا عن خبر فأبدشت يا قل لهذا الحديث وزد اتلاقا يسر النظر وقال أتعني الرسول الكريم أتعني الصديق أتعني عمر أتعني الرجال الأمات الظلال وأحيو بهدي الكتاب البشر أقول وقد شهدت مقلتاي جليل المعاني وأسمى العبر أولئك من سطروا للعولى أجل الصفات وأعلى السير رسول أبي كريم الطباع وأصحابه حوله كالدرر تنام المعاني على طرفه وتصح على صوته في السحر شباب الهدى قد بنت أمتي عليكم من الأمل المنتظر سلوحا تقاوم عصف الظلام وتهزأ بالفسق النظر فهلا جعلتم لبنيانكم أساسا من الحق يأب الطرر ومن لذن الله في دربه كفه المحيم من كل شر يعزه على المرء أن لا يرى شباب الهداية يأمل خضر ويكره قلبي دليل الخطى فاتن بين الترابه محتقر فتنحطم الكفر أسلفه فحطمه الكفر لما هجر أبى أن يطبق إسلامه وكان على قمة تنحدر واشر المصادب يا إخوتي دليل وقد كان من لن يغضر ترجمة نانسي قنقر